بالأمس كان الحقيقة احتفال تنصيب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة أدى رئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لولاية ثالثة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة خلينا نتكلم على هذا اليوم الجميل اللي كان الحقيقة فيه كده رسائل وفيه بهجة وفيه أمل وفيه خريطة مستقبل جديد أولا الموكب اللي ظهر فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية كان الحقيقة موكب مشرف كنت تنظر إلى هذا الموكب هذا هو رئيس مصر هذه هي العاصمة الإدارية اللي أيضا يمكن بقالنا فترة وسنوات حتى نخطو إلى تنمية جديدة وإلى فترة جديدة وإلى جمهورية جديدة بإذن الله الموكب توجه الحقيقة إلى مجلس الشعب بالمقر الجديد مجلس النواب بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية والحقيقة كان مبهج جدا لأنه يمكن حتلاقي معظم الناس دي أول مرة هذا الافتتاح اللي هم يشاهدوا هذا المجلس اللي بينم عن مرحلة أيضا جديدة كمان كان فيه نصب التذكاري وكان أيضا الجولة اللي كانت موجودة في العاصمة الإدارية ولكن الأهم هو أيضا ما قاله السيد الرئيس وما وعد به بإذن الله أمام ولاية جديدة وأمام أيضا مرحلة لمصر جديدة بإذن الله مرحلة حيكون فيها التنمية والتعمير واستكمال كل المشروعات الكبرى اللي احنا كنا الحقيقة بدأناها من خطوات منذ سنوات ولكن أعتقد هذا هو الوقت أن احنا نبدأ لي المشهد الحقيقة كان مشهد بديع يعني خلينا نتحدث بقى نحن كمصريين ونحن نشاهد العاصمة الإدارية ونحن نشاهد أيضا يعني مكان جديد في مصر في العاصمة الكبرى القاهرة العاصمة الإدارية هذا المكان اللي يعني فيه كل حيكون المؤسسات والأماكن الحديثة وحيكون فيه أيضا هي خطوات الجمهورية الجديدة المشهد الحقيقة كان أكثر من رائع ومشهد يليق بمصر ويليق بمرحلة جديدة يعني بتخطو فيها مصر الحقيقة المشهد كان بديع بيؤكد بأننا بنخطو إلى خطوات إن شاء الله إلى المستقبل تكون باستقرار وأيضا بالعلم والعمل وأيضا بمشروعات بإذن الله تدرس بعناية جيدة وإن شاء الله نعدي كل شيء ونبقى قادرين نقول بأن هذا المشهد فعلا يليق بمصر ومصر تستحق هذا وأكثر بإذن الله